السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفنانة والممثلة فرح الفاسي تستلم وطيقة الإقامة الذهبية لتفاصيل أكثر قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوا اشتركوا للايك واشتركوا في القناة بشي وصلكم دائما الجديد صرحت الفنانة المغربية فرح الفاسي عن استلامها لوطيقة الإقامة الذهبية الخاصة بدولة الإمارات لتنظم هي الأخرى لقائمة الفنانين المغاربة والعرب الذين منحت لهم الإقامة أعلنت الممثلة المغربية فرح الفاسي عن خبر استلامها للإقامة الذهبية موثقة ذلك عبر صفحتها الرسمية بالانستغرام قائلة تشرفت بالحصول على الإقامة الذهبية وعن فئة الممثلة والمفديعة شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنح هذا التكريم الذي أعتز به وشكرا لهئة الهوية والجنسية بإمارات أبوضابي أتمنى أن أكون دائما عند حسن الضان أهدي هذا التشريف لبلد المغرب وكانت فرح الفاسي قد أعلنت سابقا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الأنستغرام صورة لها ظهرت من خلالها وهي تعاني من حبوب على مستوى وجهها معلقة على صورة لها قائلة شكرا يا غالين على الرسائل ديالكم أنا عندي مشكل ديال الهرمونات السبب هو أخذت واحد الدوا رولي الهرمونات إن شاء الله غادي يتعالج هات الشيء هنا غنكن وصلت لنهاية الفيديو ومع سلامة في فيديو مقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر